اشتركوا في القناة مي اعتذر لقاؤك بها جعلك تنزعي جين هكذا هذه ليست غلطتك ابدا كلا بل غلطتي لكن لا بأس الان كل شيء بخير بجانبي انني احاول نكسبك مجددا تكسبني مي اما زلت غاضبة ما الامر اذا كنت حقا تحب ايكو اجل اردتم ساعدتها لقد كانت في حالة يرثالها وكنت ضاهفا حينها فاهمت اعتذر لكني اريد ان اكون معك انت لا تكذب علي صحيح لكن هذا لن يتكرر مع احد ابدا سواك يا مي غبي اجل غبي فعلا هل تؤلمك قليلا كلنا لدينا جراح دفينة بداخلنا بسبب حبنا لشخص من اعماقنا بسبب ارادتنا لحماية شخص بكل قوتنا وبسبب انا حدث له كل هذا عندما ثار غضبا لاجلي يبدو ان يده تؤلمه حقا احب هذا الجرح كثيرا بدرجة تجعلني ابكي اتمنى ان لا انسى هذه المشاعر واكف عن كوني خائفة من ان اتأثى اشتركوا في القناة